مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من ضمن التعليقات الكثيرة التي تصلنا على صفحة عبر الكتاب سواء على الفيسبوك أو حتى على صفحة اليوتيوب تعليقات مرتبطة بالروح القدس حيث يحاول بعض الإخوة المسلمين أن يقولوا أن الروح القدس هو جبريل فبحسب العقيدة الإسلامية الروح القدس هو جبريل أو الملاك جبريل أو جبرائيل كويس والمختص بالوحي والإعلان الإلهي فهل فعلا الروح القدس هو جبريل؟ ولماذا هذه العقيدة لا تتماشى مع الكتاب المقدس؟ لماذا الإيمان المسيحي يختلف 180 درجة في إيماننا بمن هو الروح القدس وطبيعة الروح القدس وعمل الروح القدس الذي يختلف كثيرا عن شخص الملاك جبريل؟ الفيديو الأولاني في تلخيص للعقيدة الإسلامية عشان كده قبل ما نسمع الفيديو الأول عنوان الحلقة هو هذا السؤال هل الروح القدس هو جبريل؟ وهل يمكننا نحن كمسيحيين أن نقول عكس ذلك؟ وهل العقيدة المسيحية تقول عكس ذلك؟ ده سؤال الحلقة أو موضوع الحلقة اليوم لكن عشان نقارن ما بين العقيدة المسيحية والإيمان المسيحي والإيمان الإسلامي دعونا نرى أول فيديو والفيديو ده هو مجرد تلخيص للعقيدة الإسلامية فيما يتعلق بالروح القدس ومن هو الروح القدس فمعنى ذلك أن الروح القدس والروح الأمين وصفان أو إسمان آخران لجبريل عليه السلام فجبريل وروح القدس والروح الأمين معني بها ملك واحد هو جبريل هذا اسمه عليه السلام يبقى جبريل بحسب العقيدة الإسلامية له اسم الروح القدس وله اسم آخر الروح الأمين وكل الإشارات في القرآن عن الروح القدس هي إشارات عن شخص ملاك الملاك جبريل طيب نيجي للإيمان المسيحي وفي الإيمان المسيحي لا يمكن أبدا أن نقول أن الروح القدس هو جبريل لأن الروح القدس في طبيعته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أعماله يختلف عن جبريل عاش كده في الإيمان المسيحي الروح القدس زي ما قلت يختلف عن جبريل للأسباب التالية أول حاجة الروح القدس له أسماء الله في الكتاب المقدس الروح القدس له أسماء الله وأول هذه الأسماء هي أسماء ارتبطت بالله الآب نكلم عن نجمع كل الأسماء التي لقب بيها شخص الروح القدس وأنا أؤكد على أن الروح القدس هو شخص كويس وليس شيء وليس قوة وليس مجرد ملاك لكن هو شخص الله أسماء ارتبطت بالله الآب من ضمن هذه الأسماء أنه يطلق عليه في الكتاب المقدس روح الله روح الله تكوين واحد وعدد اثنين لما نقرأ في تكوين واحد يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه وهذا إعلان عن السيادة عن السلطان عن السيطرة الكاملة وقال الله ليكن نور فبنارى الله وبنارى الكلمة وبنارى أيضا روح الله فأول اسم ارتبط بالله هو أنه روح الله روح الله الاسم الثاني هو روح الرب روح الرب روح السيد الرب علي فالروح القدس هو روح الرب روح يهوى روح يهوى في كورنسوس الأولى أصحاح واحد وفي عدد سوريا أصحاح كورنسوس الأولى أصحاح 6 وعدد 10 يقول روح إلهنا روح إلهنا عن الروح القدس يلقب بأنه روح إلهنا في أشعياء واحد وستين يقول عنه روح السيد الرب علي لأنهما سحني في متى عشرة يقول لنا الرب إنه روح أبيكم هو المتكلم فيكم لما الرب يسوع بيكلم التلميذ بقول لهم ما تخفوش وما تقلقوش وما تفكروش عندما تقفوا قدام الولاد والرؤساء لكي ما يحاكموكم ما تخفوش وما تقلقوش وما تفكروش فماذا تقولون لأن روح أبيكم هو المتكلم فيكم الروح القدس هو المتكلم فيكم فيلقب الروح القدس هو روح أبيكم والله هو الآب روحك أو روح الرب أين أذهب من روحك فالروح القدس هو روح رب هذه الأسماء أسماء ارتبطت بشخص الآب روح الله روح الرب روح إلهنا روح السيد الرب روح أبيكم الذي في السماوات روحك الإشارة الحديث موجه إلى شخص الرب أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي أسماء أيضا مش بس أسماء روح القدس ارتبطت بشخص الآب لكن كمان أسماء روح القدس له أسماء ارتبطت بشخص الابن في الكتاب المؤدس فيقول مثلا في رمية روح المسيح في رمية 8 وعدد 9 يلقى بالروح القدس بأنه روح المسيح روح يسوع المسيح في فليبي 1 وعدد 19 روح ابنه أن الله أعطانا روح ابنه في غلطية 3 وعدد 6 روح الرب إشارة للرب يسوع المسيح في أعمال 5 وفي عدد 9 أسماء ارتبطت بشخص الابن فالروح القدس له أسماء ارتبطت بالآب وله أسماء ارتبطت بالكلمة بالابن الروح القدس أيضا له أسماء ارتبطت بشخصه بذاته هو ومن ضمن هذه الأسماء أول اسم أنه الروح القدس وقد يقول البعض لماذا سمي الروح القدس بالروح القدس الروح القدس سمي بالروح القدس لأن عمل في المؤمنين الأساسي عمل الأساسي في المؤمنين هو أن يقدس حياة المؤمنين هو أن يقود المؤمنين في حياة القداسة ده عمله في حياة المؤمنين فالآب قدوس والابن قدوس والروح القدس قدوس لكن الروح القدس لقب بالروح القدس لأجل عمله الأساسي في حياة المؤمن وهو أن يجعلنا مشابهين سورة ابنه وينتج في حياتنا حياة القداسة والبر الروح القدس سمي أيضا بروح القداسة في رمية واحد وعدد اربعة سمي بالقدوس في يحنى الأولى اثنين وعدد عشرين قيل عنه ولقب أيضا باسم أنه روح أزلي eternal spirit إنه أزلي وزي ما الله بذاته أزلي وكلمته أزلي أيضا روحه أزلي روح الحق ومتى جاء روح الحق وزي ما الآب لقب بأنه إلى حق والابن أيضا لقب بأنه الطريق والحق والحياة الروح القدس أيضا لقب بروح الحق المعزي المعزي الذي يرسله الأب والابن لكي ما يمكس معنا إلى الأبد لكي ما يسكن فينا لكي ما يعزينا والكلمة المعزي يمكن الإشارة دايما الواحد بتيجي إلى فكره من فكرة المعزي إنه واحد حزين بيجي شخصي وسئي لكن هي فكرة المعزي فكرة إنه واحد بيأتي إلى جانب شخص آخر إنه بيبقى له سند ومعين ومشجع ومعدد ومقوي ويعني مصدر القوة في حياته إنه الروح القدس يأتي إلى حياتنا فترتبط حياة نبيه ويكون هو الذي يشجعنا ويقودنا ويعلمنا ويفهمنا ويعطينا الاستنارة ويمنحنا القوة ويغير فينا كل هذا هو عمل الروح القدس عش كده يلقب بالمعزي الباراكليتوس طبعا عايزين حلقة خاصة للحديث عن الإدعاء الباطل بأن الروح القدس المعزي أو الروح المعزي أو المعزي خلين الباراكليتوس المعزي هو هي نبوة عن رسول الإسلام يعني أمور كثيرة أمور كثيرة مجرد بيحاول إنه المسلم يلزقها هو هيموت هيموت إنه يجد نبوة في الكتير المؤدس عن رسول الإسلام يعني يعني ممكن يبذل كل غالي وكل نفيس في مقابل إنه يجد نبوة عن رسول الإسلام عش كده بيحاول إنه يلزق باستمرار آه أصل دي تشير إلى هذا لكن ممكن ناخد حلقة خاصة عن من هو المعزي وهل يمكن أن يكون المعزي بصفاته وبأعماله وبطبيعته هو فعلا رسول الإسلام طيب الروح الكدس زي ما قلت له أسماء الله لكن أيضا له صفات الله وعش كده مش ممكن أبدا في الإيمان المسيحي إنه إحنا نقول أن الروح الكدس هو جبريل الروح الكدس له أعمال الله يعمل أعمال الله ولما أقول يعمل أعمال الله أو أكلم سوري الأول عن صفات الله لم أقول إن له صفات الله إنه فعلا له صفات الله الصفات التي تجعل من الله إله الصفات التي لا يشاركها الله مع أي شخص آخر يعني مثلا من ضمن هذه الصفات كلي المعرفة هل يمكن الله يشارك هذه الصفة مع كائن من الكائنات يعني هل ممكن الله يجعل كائن إنسان ما أو ملاك ما كلي المعرفة يعرف كل شيء كل شيء عريان ومكشوف أمامه أسطار الظلام هو يعرفها يعرف ما خفي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل لا طبع لأنه مهما كان سواء جبريل أو الإنسان جبريل والإنسان الملائكة والبشر كائنات مخلوقة قد تتفاوت نسبة المعرفة والقوة قد يكون الملائك في معرفته أكبر وقد يكون في قوته أكبر وده طبيعي عن الإنسان لكن لا يصل أبدا إلى أنه يكون كلي المعرفة أو كلي القدرة لأنه دي حاجة خاصة بالله دي تميز الله عن بقية المخلوقات فلما أجي أتكلم عن الروح الكدس الروح الكدس بيكلمني أو الكتاب المقدس بيكلمني عن الروح الكدس على أنه كلي المعرفة جبناها منين دي؟ جبناها من الكتاب المقدس جبناها من كورنسوس الأولى أصحى أثنين لما يكلمني عن الروح الله يقول كده لأن الروح الله يفحص كل شيء سرش كل شيء حتى أعماق الله بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يعرف أعماق الله إلا روح الله زي ما أنا روحي زي ما أنا روحي هي اللي تعرف كل ما جوايا حتى ممكن يبقى الإنسان له أصدقاء وله شريك الحياة لكن هناك أمور لا يعرفها إلا روح الإنسان جوه الإنسان ما بيشاركهاش مع أحد هكذا الله لا يعرف أعماق الله إلا روح الله لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان بالزبط هيظل حاجة جوانا كبشر هتظل أمور جوانا في داخلنا لا أحد يعرفها إلا شخصي إلا روحي ممكن نشارك مع ناس ومع الأحباء أمور كثيرة لكن من اللي يعرف حققتي من جوه ومن اللي يعرف أعماقي من جوه إلا روحي هكذا أيضا روح الله هو وحده الذي يعرف أعماق الله عش كده هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله ما ينفعش هنا نتكلم عن جبريل ما ينفعش لأنه إذا صار جبريل يعرف أعماق الله فصار جبريل هو الله وحاشة ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله الروح الكدس لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله يعني الرب أعطانا كمؤمنين الروح الكدس عشان نقدر أيضا نميز الأمور التي أخذناها من الله والموهوبة لنا من الله فروح الله يعرف أعماق الله فهو كلي المعرفة كلي المعرفة كمان يقول أنه هو كلي الوجود روح الله موجود في كل مكان كما أن الله بذاته موجود في كل مكان وكما أن الله بكلمته أيضا أزلي موجود في كل مكان هكذا أيضا روح الله موجود في كل مكان الله روح الله مش مادة طبيعته طبيعة روحية وزي ما كلمت قبل كده عن وجود الله وعن إن الله كليه الوجود لا أقصد بيها في الفكر المسيحي والإيمان المسيحي لما نكلم عن الله كليه الوجود لا نقصد إن الله كبير قوي 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 هو كبير طبعا عظيم جدا كويس بس مش بنقصد بيها إن الله كبير قوي للدرجة إنه مثلا واحدة من رجليه تكون في أمريكا والرجلة التانية تكون في مصر ده أوقات كتيرة إحنا كبشر بنحاول نتخيل الأمور دي مش مقصود كده الله روح في كل مكان موجود وفي كل مكان موجود بكامل شخصه في كل مكان موجود بكامل شخصه لما يقول إنه اجتمع اتنين أو تلاتة باسمي هناك أكون في الوسط موجود بكامل شخصه مع الاتنين اللي بيصالوا دول اللي موجودين يمكن في اندونيسيا ومع موجود أيضا بكامل شخصه في الاتنين اللي بيصلوا الاخرين اللي موجودين في البرازيل لكن لما نيجي الى روح الله روح الله ايضا موجود في كل مكان يقول كده داود في مزمور 139 وعدد 7 اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب هل ممكن انسان يهرب من الله هل ممكن انسان يختفي عن الله هايجي المسلم يقول لي ما انتو عندوك في الكتال المؤدس ربنا قال لآدم آدم آدم اين انت وكأن ربنا كانش عارف آدم فين هل دا سؤال منطقي هل الله لما يقول لآدم آدم آدم اين انت هو الله مش عارف آدم فين ولا الله هنا بيجر الحديث مع آدم اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب الله موجود في كل مكان ولا يمكن الانسان ان يهرب من وجه الرب ولا يمكن ان يختفي عن شخص الله رب يسوع اكد ايضا ان الروح الكدس كله الوجود بحديثه للتلاميذ في يحنى 14 لما قال وانا اطلب من الآب فيعطيكم معز آخر ولما يتكلم عن معز آخر هنا آخر معناها من نفس الطبيعة من نفس الجوهر زي ما شخص المسيح ازلي من نفس الطبيعة المعز الآخر وزي ما شخص المسيح قدير من نفس الطبيعة المعز الآخر وزي ما شخص المسيح قدير من نفس الطبيعة المعز الآخر ليمكث معكم الى الابد ايه دا ازاي يمكث معنا الى الابد ما هو مش ممكن يمكث معنا الى الابد الا اذا كان هو ابدي طبق اللي دي بقى على على طبق اللي دي ها على رسول الاسلام طبقها لي يمكث معكم الى الابد ويمكث معنا حي مش ميت عشان محدش يقول لي اصله عندنا قبره موجود طبق اللي دي ما دا كلام المسيح وانت عايز تاخد المعز على انه اشارة الى رسول الاسلام طبقها لي لما يقول هنا معز اخر ليمكث معكم الى الابد ليظل معكم الى الابد ليسكن معكم الى الابد ليكون معكم الى الابد وهو ايضا روح الحق جدر تطبقها دي بردو على رسول الاسلام روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه هو غير مرء والعالم لا يعرفه واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم ازاي يكون ماكث معانا وازاي يكون فينا انه شخص الله اللي ما بيغبش اللي موجود في كل مكان الازلي والابدي السرمدي الذي هو روح والذي هو ايضا روح الحق روح الحق طبيعته طبيعته انه حق جوهره حق كل الوجود ده كلام ده كلام ينفعش تقال على جبريل له مشيئة وله ارادة وازالية ايضا في وجوده لم يقول كده ولكن هذه الكلمات هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء الروح الكدس يعطي عطايا للمؤمنين مواهب روحية للكنيسة يجعل البعض معلمين ويعطي البعض ان يكونوا انبياء ويعطي البعض ان يكونوا يتكلمون بالسنة ويعطي البعض مواهب وخدمات كثيرة وهو الذي يعطي هو الذي يوزع كما يشاء حسب مشيئته كما يشاء فكم بالحري يكون دم يسوع المسيح الذي بروح أزلي بروح أزلي هو روح أزلي قدم نفس لله بالعيب يطهر دمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي ليمكن أن تنطبق هذه على جبريل كلية القدرة هتقول لي جبريل استطيع أمور عظيمة جدا أقولك فيه فرق بأنه يستطيع أن يعمل أمول تفوق البشر هنا عندنا فكترة مؤدس ملاك واحد موت 185 ألف دي قدرته هل ممكن من البشر حد يعملها لا بس هل هذه القدرة هي قدرة نقدر نقول عليها كلية القدرة لا طبعا اتسلمت محدودة أما الروح القدس فهو كلية القدرة خالق بنجده في الخلق زي ما أرينا وعرفنا في الأول لما تكلمنا عن روح الله وذكرنا الجزء الوارد في تكوين واحد وفي عدد واحد واثنين لما يقول في البدء خلق الله سماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وروح الله يرف على وكان الروح الله يرف على وجه المياه فهنا نرى روح الله الخالق وهنا هنا أيوب في أصحاح 33 بيأكد لنا الحقيقة دي على أن الروح الله خالق يقول روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني روح الله أماله صنعني خلقني ونسمة القدير أحيتني ويقول لنا أيضا في مزمور 104 ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض لا ينفعش تطبع على جبريل لأنه مخلوق لأنه مخلوق روح الله يسكن في كل المؤمنين وعشان يسكن في كل المؤمنين لازم يكون غير محدود في وجوده وعش كده الرب يسوع قال وأكد الحقيقة دي أنه هنا معكم كل الأيام وأيضا الروح القدس يسكن فينا يقول كده أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم يعني كل واحد فينا جواه في قلبه زي هيكل يسكن فيه روح الله احنا بنؤمن كمسيحيين أنه هناك شركة وعلاقة بين الإنسان المؤمن والرب وهناك ارتباط ارتباط وثيق الله في نعمته مش لما بنؤمن به مش بيتعامل معانا من الخارج لكن هو بيسكن فينا بروح بيحل فينا بالإيمان بالمسيح عشان كده المعزي اللي تكلم عنه الرب يسوع هو هو نفسه اللي بيسكن فينا يمكث فينا يمكث معكم وعلشان يمكث في كل المؤمنين في كل الأجيال وفي كل العصور وفي كل مكان لابد أن يكون له صفات الله جبريل ما يعرفش يعملها جبريل ربنا يبعثه لمكان يروح لكن ما ينفعش يكون في مكانين في نفس الوقت ما ينفعش هو ممكن يتنقل من مكان لمكان بسرعة لكن ما ينفعش يكون في مكانين لأنه هيصير كلي الوجود ولا يوجد أبدا أي حد على هذه الأرض أو في كل الكائنات سواء في سماء أو على الأرض كائن كلي الوجود إلا شخص الله شخص الله نفسه طيب لما نيجي هنا إلى إنه الروح الكدس قلنا ما ينفعش يكون جبريل لأنه يحمل من الأسماء ومن الصفات ومن الأعمال ما هي لله وبالتالي طبيعته هي من نفس طبيعة الله وزي ما احنا بنؤمن أن الثالوس الأقدس هو الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه فأيضا بنؤمن أن الأب بصفاته الإبن له نفس الصفات الروح الكدس له نفس الصفات فأيضا عش كده لما نجمع اللي احنا قلناه نحطه في جدول هيكون واضح بالنسبة لنا لما نتكلم عن الصفة هنا الصفة وهنا شخص الآب وشخص الابن وشخص الروح الكدس الله الآب الله الابن الله الروح الكدس الإله الواحد اللي موجود بذاته وناطق بكلمته وحي بروحه لما الله يتصف بالحياة الابن أيضا يتصف بأن له حياة في ذاته الروح الكدس أيضا يصب بأن له حياة في ذاته لما الآب يتصف بأن كلي العلم الابن أيضا يتصف بأن كلي العلم الروح الكدس يتصف أيضا بأن كلي العلم لما يتصف الآب بأنه الإله القدير الخالق الابن أيضا يشارك الآب في هذه الصفة والروح الكدس يشارك الآب والابن في هذه الصفة لما يقول عن الابن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان يقول أيضا أن روح الله صنعني أيوب كلم عن دور الروح القدس في الخلق كلي الوجود الآب كلي الوجود الابن كلي الوجود الابن الذي قال وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء ده فلا يمكن أبدا لعاقل أنه يفهم هذه الكلمات دون أن يفهم منها أن المسيح كلي الوجود مش ممكن ها أنا معكم كل الأيام المسيح مش بيقول كلام وخلاص أو مش بيقول كلام زي ما أوقات كتيرة إحنا كأباء روح وأنا معاك نقول أولادنا كده وأنا مش معاهم أنا بس بشجعه لكن لما المسيح يقولها بيعنيها وعلى مدار ألفين سنة ألفين سنة حتى الآن كلام المسيح بيترجم على أرض الواقعة وها أنا معكم كل الأيام موجود مع كل المؤمنين في كل مكان حتى في البلاد التي ترفض الإيمان المسيحي حتى في البلاد التي تضطهد المسيحيين حتى في الكنيس اللي احنا بنوعل عليها underground الكنيس اللي بتجتمع سرا خوفا من الحكام والاتحاد هأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر في الرحب وفي الضيق في المرض وفي الصحة في الفقر في الجوع هأنا معكم ايه اكتر حاجة تعزينا كمؤمنين او ايه اللي اكتر ممكن يعزينا من اعلان المسيح انه معانا كل الأيام هو معي ومعك وحتى لو بتمر بالظروف صعبة وبتحديات في الحياة هو لن يتركنا هو لن يتركنا الروح الكدس ايضا روح موجود في كل مكان روح ازلي الاب ازلي الابن ازلي الروح الكدس ايضا ايه ازلي قدوس الاب قدوس الابن قدوس الروح الكدس ايضا قدوس حق الاب حق الابن حق والروح الكدس حق روح الحق وعش كده ايمانا ان الروح الكدس هو روح الله هو الاقنوم الثالث في الثالث الاقدس الذي له كل صفات الله له كل أسماء الله له كل أعمال الله وعمل عمل يظهر في حياة المؤمنين عمل الروح القدس من أنه يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة من أنه يقود الإنسان الخاطئ لكي ما يعرف يسوع المسيح من أنه يقدس الإنسان المؤمن لكي ما يعيش للمسيح يسوع الرب يسوع لخص عمل الروح القدس وقال ذاك يمجدني ذاك يمجدني حط ده أمام الإدعاء بأن المعزي ذاك يمجدني هو رسول الإسلام 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 عمر ممجد المسيح الإسلام شوه المسيح الإسلام نزع ما جاء من أجله يسوع المسيح وهو أن يموت كفارة عن خطايا الإنسان الإسلام أنكر طبيعة المسيح الإسلام طعن في من هو يسوع المسيح الإسلام طعن في صلب وموت المسيح الإسلام أدم لنا زي ما أدمت أنا في ثلاث أو أربع حلقات سابقة أنه المسيح الذي يقدم الإسلام هو مسيح مزيف مسيح لا نعرفه مسيح نجحله مسيح مختلف 180 درجة عن المسيح الذي نقرأ عنه في الأنجيل المقدسة ذاك يمجدني ذاك يمجدني طيب أجي إلى نقطة مهمة وأيضا في حدثنا عن الروح الكدس الروح الكدس زي ما قلت يعمل أعمال الله وقلت منه من ضمن الأعمال هي الخلق لكن كمان الروح الكدس هو الذي ينتج حياة جديدة بيعمل التجديد زي ما احنا بنسميه بيعمل خليقة جديدة بيجعل الإنسان طبيعة جديدة وخليقة جديدة لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح الكدس دا اللي يتكلم عنه الرب يسوع مع نيكدوموس لما قاله المولود من الجسد جسدن هو والمولود من الروح هو روح ولاج لهذا ينبغي أن تولد من الروح دا اللي بيعمله إنه إنه مش بس الإيمان المسيحي ليس معناه اقتناع عقلي الإيمان المسيح هو تغيير قلبي هو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا الكله قد صار جديدا الإنسان اللي بيعرف المسيح بيختبر في حياته حياة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده دا اللي بيصنعه المسيح دي المعجزة اللي بيصنعها روح الله في حياة الإنسان إنه كمان الروح الكدس لأنه ساكن فينا يشفع فينا يعني يشفع فينا أو أوقات كتيرة في صلواتنا ما بنعرفش نعبر عن احتياجاتنا أو أوقات كتيرة بنبقى متألمين للدرجة إنه الكلمات لا يمكن أبدا أنها تعبر عن ما في داخلنا تعجز الكلمات عن التعبير عن ما نمر به بألام يقول هنا عن الروح الكدس وكذلك الروح أيضا روح الله يعين ضعفاتنا هو معزي ومن ضمن دوره كمعزي إنه يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها روح الله ياخد حتى الأنات بتاعتنا لجوانا دي وكأنه يرفعها كسلوات مرفوعة ومسموعة ده مش عمل جبريل ده عمل روح الله اللي هو عمل الرب نفسه الآب والإبن والروح الكدس التلاتة ذكروا مرات ومرات عديدة في الكتاب المؤدس لكن خليني أقدم في مرتين من المرات المهمة اللي ذكر فيها الله الواحد مثلس الأقنين في صيغة المعمودية لما الرب يسوع كان بيكلم مع تلاميذه في متى 28 وفي من عدد 18 وطالع يقول وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح الكدس ليمكن هنا أن يتساوى الروح الكدس مع جبريل لأن جبريل شخص مخلوق كويس ولا يمكن أبدا أن يوضع أن يوضع الآب والإبن وجبريل ما ينفعش ما ينفعش نوضع الثلاثة دول مع بعض فيقول هنا عمدوهم باسم الآب والإبن والروح الكدس الله بذاته بكلمته بروحه الصيغة الثانية موجودة في البركة الرسولية اللي معروفة في الكتاب المؤدس اللي بتختتم بيها معظم الرسائل في العهد جديد لما يقول نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح الكدس ما ينفعش نشيل للروح الكدس هنا ونحط وشركة جبريل نحن لا ليس لنا شركة مع جبريل نحن شركتنا هي مع الله ومع ابنه بروحه الكدس وعش كده في السياغات الكتابية الاب والاب والروح الكدس الاب الله بذاته الابن الكلمة الروح الكدس الله بروحه وعش كده في الايمان المسيحي مش ممكن ابدا نضع جبريل وروح الكدس في كفة واحدة وليس الروح الكدس اسم يطلق على جبريل في الايمان المسيحي طيب اجي الى نقطة مهمة الكتاب مؤدس بيوضح ايضا ان الروح الكدس يختلف عن جبريل طيب قبل ما ناخد الجزء ده ونخليني ااخد مداخلة من الاخ ابو مهند الو مساء الخير مساء النور تحية محبة الاخ اشرف اهلا بيك اهلا بيك اسمح لي اسمح لي ايها الاخ الكريم بهذه الكلمة هناك شكوك حول الثالوت ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل اله مباركا الى ابد الابدين امين روميات تسعة خمسة ان الثلوث الاقدس قد لا يدرك بمنطقنا البشري كما ان ثلاثة لا تسعوا واحد في منطقنا هنا يكمن الاشكال عندما تحاول ان تفهم وتدرك انها قد تقربنا من الحقيقة فالروح القدس يملأنا بالمحبة للاب والابن لدرجة اننا نتيقن ان هؤلاء الثلاثة هم واحد فقط ادرس لندرس هذه المقاطع الكتابية اشكرك يوحن 8 اشكرك اخو يا ابو مهند اشكرك لا شك سيساعدنا بالايمان امين كي نكتشف حقائق الثلوث الاقدس شكرا لك الله الثلوث يعلن ذاته لنا لا لكي يشككنا بدل يبكتنا ويخلصنا ويعزينا انا بشكرك بشكرك شكرا لك شكرا لك لاجل المداخلة شكرا لك نكمل مع بعض انه انه في نصوص كتابية بيحط الروح القدس وجبريل مع بعض يعني في نفس الناس ده بيأكلين انه هما شخصين مش شخص واحد يعني مثلا لما في ميلاد شخص ربنا يسوع المسيح يقول كده وفي الشهر السادس ارسل جبريل مين اللي ارسل جبريل ارسل من قبل مين ارسل من قبل الله الى مدينة من الجليل اسمها ناصرة فاحنا عندنا النص ده واضح جدا انه الرب الله ارسل جبريل الى مريم العذراء التي كانت في مدينة تبع منطقة الجليل هذه المدينة اسمها الناصرة ولما جاء جبريل الى العذراء مريم المطوبة قال لها سلام لك ايها المنعم عليها الرب معك يبقى جبريل والرب شخصين ايه مختلفين كويس مباركة انت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت معسى ان تكون هذه التحية فقال لها الملاك فقال لها الملاك الذي هو الملاك الذي هو مين جبريل احنا لسه قدام نفس الشخص فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله وهانت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا فاجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك ايضا القدس المولود منك يدعى ابن الله الروح القدس يحل عليك الروح القدس يختلف عني يا مريم انا اللي بكلمك جبريل ما لهاش انا احل عليك وقوة العلي تضللك لا ده اللي هالروح القدس روح الله شخص الله الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك ولان الروح القدس هو روح الله فالمولود منك مولود منك يدعى ابن الله فالنص واضح وضوح الشمس ان جبريل يختلف عن الروح القدس نص اخر احنا عندنا في الكتاب المؤدس جبريل ظهر لثلاث اشخاص سواء في العهد القديم او جديد هما ثلاث اشخاص بنقرع عنه لما ظهر لدانيال كويس وقات برسالة بعدما دانيال كان بيصلي وطلب من الرب ان يوضح للامور فالرب ارسل جبريل لكي ما يفسر لدانيال كل هذه الامور نجد هذا في دانيال اصحح تمانية والمرة التانية لزكريا ابو يحنى المعمدان انه جبريل ظهر له والمرة التالتة كانت لمريم العزراء دول التلات زهرات لجبريل في الكتاب المقدس هنا في كلامه مع زكريا الكاهن زكريا فقال له الملاك لا تخف يا زكريا الملاك مين جبريل لما بنعرف اول النص بنعرف انه جبريل لان تلبطك قد سمعت وامرأتك اللي سبات ستلد ابنا وتسميه يحنى ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن امه يحصل له ايه يمتلئ من الروح الكدس ده هو بيكلم ده مين اللي بيكلم الملاك اللي اتى برسالة الى زكريا الكاهن وخبر زكريا بالله هيكون وبيقول لزكريا بيقول لزكريا انه ابنك اللي هيولد يا زكريا من بطن امه يمتلئ من الروح الكدس فشخصية الروح الكدس تختلف عن الملاك كويس وده كل هذه النصوص كل هذه النصوص اللي انا قدمتها سواء اسماء الروح الكدس التي هي اسماء الله وصفات الروح الكدس التي هي صفات الله وعمال الروح الكدس التي هي اعمال الله وايضا النصوص الكثيرة التي تتحدث عن انه الملاك يختلف عن الروح الكدس كل هذا هو أساس العقيدة المسيحية العقيدة المسيحية أحبائي لا تبنى على نص واحد العقيدة المسيحية تبنى على عشرات عشرات النصوص طيب أخذ مدخلة ألو الأخت فريال أهلين أخت فريال كيفك أهلا بك أخ أشرف سلام الرب معاك سلام ونعمة سلام ونعمة إلك أخ أشرف الجبريل مخلوق لكن الروح القدس هو أقلوم هو شخص الروح القدس هو يعلم ويرشد ويبكت على خطية وأيضا مثل ما قال الرب يسوع بفمه الطاهر إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الآن فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد المعزي هنا يقصد به الروح القدس جبريل ما يمكث معنا للأبد جبريل هو مرسل من الله خادم الملائكة خدام لله يرسلوا بمهمة وتنتهي المهمة فلا يخلطوا لي جبريل بالروح القدس بعدين جبريل منه هو كان ساعي بريد لمحمد يقعد وينزلوا آيات حتى ما ملاك ولا ملاك اللي احنا نعرفه بالكتاب المقدس شكرا أخي أشرف باركك ويحفظك شكرا لك أخت فريال المصيبة كبيرة في العقيدة الإسلامية إنه تجد هناك تخبط غير عادي تخبط يعني هو لا يقدم فكر اليهود مثلا عن الملاك ولا يقدم الفكر المسيحي عن الروح القدس هو متخبط هو يعني لا قادر يحدد مين هو الملاك ولا قادر يحدد مين هو الروح القدس طيب أجي إلى نقطة أخرى مهمة وده سؤال البعض دايما بيطرحه ربي سواء أكلم عن الخطيئة ضد الروح القدس خطيئة ضد الروح القدس الخطيئة لابد أن تكون موجهة إلى شخص وهنا الخطيئة موجهة إلى شخص الروح القدس مع أنه إيماننا المسيحي يؤمن بأن الآب والابن والروح القدس جوهر واحد من حيث اللهوت من حيث الطبيعة الإلهية واحد كويس إلا أنه هناك أدوار أيضا في الثلوس أدوار فالذي مات لأجلنا الذي خطط لفداء الإنسان الله الذي نفذ الفداء الابن الذي يحمل الفداء للإنسان هو الروح القدس فهناك أدوار بيس والله واضح في كل أعماله بهذه الأدوار التي التي يقوم بها بشخصه سواء بذاته بكلمته أو بروحه لما يجي هنا الرب يسوع يتكلم عن الخطيئة ضد الروح القدس الخطيئة ضد الروح القدس هل هل الخطيئة ضد الروح القدس ما هي أولا ولماذا تحدث عنها الرب يسوع بهذا الشكل ولماذا قال أن الخطيئة ضد الروح القدس لا تختفر يعني النص هقولوا لحضراتكم الرب يسوع كان أعرى النص وبعدين أشرحه يقول حنائز في ماتة 12 حنائز أحضر إليه مجنون أعمى وأخرى كان مجنون وأعمى وماله وأخرس فشفاه حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر ما أعظم يسوع بكلمة أو بلامسة يشفي فبهت كل الجموع وقالوا ألعلى هذا هو ابن داود الناس اللي بتشاهد انبهرت مش حاجة حصلت زي كده قبل كده يكون دوا اللي صنع هذه المعجزة هو ابن داود أما الفرسيون احنا عارفين هما الجماعة المتزمتها اللي كانت مبغضة لأعمال وتعليم المسيح فلما سمعوا وقالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعا لزابول رئيس الشياطين يعني الإنسان داوان اللي كان أعمى وأخرس ولا يبصر كان عليه أرواح شريرة لما الرب يسوع انتهر الأرواح الشريرة وهذا الإنسان شفي قالوا عنه إيه إنه يسوع شفا بقوة الشيطان بقوة الشيطان قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا إلا ببعا لزابول رئيس الشياطين طبعا رب يسوع علم أفكارهم علم أفكارهم وقال لهم ما فيش مملكة إذا انقسمت بتثبت وبعدين قال لهم من ضمن الحاجات لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يخفر للناس كل خطيئة وتجديف يخفر للناس وأما التجديف على الروح فلن يخفر للناس ومن قال كلمة على ابن الإنسان يخفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يخفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي إيه الكلام ده وينا بيجي السؤال إزاي ولي وإيه المعنى عشان أوضح الحقيقة دي والإجابة على السؤال ده أقول أول حاجة كيف للإنسان الخاطئ أن يخلص كيف لي كيف لي أو لغيري من الخطاة أن نخلص أول حاجة عمل روح الله فينا يبكتنا على خطيئة وعلى بر وعلى ديننا روح الله هو الذي يعطي الإنسان أن يدرك أنه خاطئ روح الله هو الذي يبكت الإنسان داخليا ليرى الإنسان ضعفه خطياه وشره وأثامه كويس وبالتالي لما أرى ضعفي وخطيايا وأثامي أجري إلى الله لكي ما أطلب الغفران وأقبل عمل يسوع المسيح الذي صنعه لأجلي فتتغير حياتي كويس أنا لو اتكلمت عن الله وقلت أن الله مش موجود الروح القدس يبكت الإنسان الملحد فيتوب ويقبل عمل المسيح ويصير مؤمن إذا قلت أن المسيح ليس هو ابن الله زي ما كثيرين من المسلمين يأتي الروح القدس ويبكتني ويفهمني ويقنعني أن المسيح هو شخص الله لكن إذا رفضت عمل الروح القدس أنا أفلت الباب لا أقدر آمن بالله الآب ولا أقدر أقبل عمل يسوع المسيح ده اللي بيقوله الرب يسوع عشان كده المفتاح لحياة الإيمان هو عمل الروح القدس وإذا رفضنا المفتاح اللي يفتح قلوبنا لاستقبال عمل الله في حياتنا يبقى إحنا عمر قلوبنا ما تنفتح لكي ما تقبل المسيح أو تؤمن بعمل المسيح وعشان كده هظل في خطيايا وهموت في خطيايا عشان كده هبقى مدان في هذا العالم ومدان في العالم الآتي ده اللي بيتكلم عنده المسيح ودي نقطة مهمة لما يقول أنه كل التكديف على ابن الإنسان يخفر قول اللي أنت عايز تقوله عن المسيح يا ما أعرف أعرفهم شخصيا اسألوا كل الإخوة الذين عبروا من الإسلام إلى المسيحية ماذا كانوا يقولون عن المسيح كانت نظرتهم نظرة إسلامية المسيح ليس هو كلمة الله المتجسد المسيح ليس هو ابن الله المسيح مجرد نبي المسيح لم يصلب ولم يمت المسيح المسيح كل الفكر الإسلامي هذا كان تكديفا في حد ذاته على المسيح لكن كيف صاروا مؤمنين بعمل الروح الكدس الروح الكدس فتح قلوبه وأنا عشان كده بصلي وبطلب أن كل شخص بيسمعنا النهاردة أن الروح الكدس يعمل فيه ويدع روح الله يجدد في حياته وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم سلام المسيح